بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم لمادة الرياضيات للصف الثالث الابتدائي للتربية الفكرية الفصل الدراسي الثاني معكم المعلمة أمل تمامي اليوم بإذن الله سألكم الموضوع العدد 9 لكن قبل أن أبدأ لابد أن نذكر بالقوانين أو أداب الدراسة عن بعد وهي الحرص على الذهاب إلى دورة المياه قبل بدل الحصة إحضار الكتاب والقلم الجلوس بشكل صحيح في مكان هادئ بجانب ولي أمرك حتى يقوم بساعدتك عند الحاجة وعدم مغادرة الحصة قبل انتهاء الدرس حتى لا يفوتك طيب نجي للأهداف التعليمية أن يكرر الطالب والطالبة العدد 9 خلف المعلمة ثم يسمي العدد المعروض أمامه أيضا يميز العدد 9 من بين عدة أعداد ثم في الهدف رقم 4 أن يمثل الطالب والطالبة المدلول المناسب للعدد 9 أما الهدف رقم 5 وينرتب الطالب والطالبة الأعداد من 1 إلى 9 بالتسلسل ثم يحل تمارين وأنشطة الكتاب الدراسي ما اسم هذا العدد الذي يظهر الآن على الشاشة؟ ما اسم هذا العدد الموجود على الشاشة؟ نسميه أحسنتم العدد 9 طيب نجيل هذا التمرين كم كتكوتا بالصورة اختار العدد المناسب الكتكوت أو الصيصان هذه المجموعة من الصيصان أو الكتكوت نريد أن نعدها سويا يلا خلونا نبدأ نعد واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة كم صار عددهم؟ تسعة طيب خلونا نبحث عن العدد التسعة وين من بين هذه الأعداد نشير على الشاشة لولي أمرك الذي بجانبك أين هو العدد التسعة؟ أحسنتم هنا هذا هو العدد تسعة الذي يطابق عدد هذه الصيصان طيب لو سألتكم عن العدد هذا ما اسمه؟ موجود في الأول أحسنتم سبعة يلي أربعة ممتاز وهنا واحد أحسنتم أما هذا العدد الذي وضعنا حول الدائرة هو العدد التسعة الذي يمثل عدد هذه الصيصان طيب نشوف تمرين أو نشاط آخر الذي هو تدرب على كتابة العدد التسعة طبعا دائما في الكتابة نمر بثلاثة مراحل مرحلة الخط الملون للأريض لاحظوا هنا العدد التسعة مكتوب بخط ملون أريض باللون الأحمر ومكرر أكثر من مرة حتى يتدرب الطالب على كتابة العدد فوق هذا النموذج طبعا هناك لابد أن يكون نموذجين نموذج لولي الأمر لعمل النمذجة ونموذج للطالب حتى يقوم بتقليد أو تتبع نفس الخطوات التي قام به ولي الأمر حيث أن الطالب يرسم فوق هذا الخط الملون العريض لتمثيل العدد تسعة لتمثيل العدد تسعة تسعة هنا وتسعة أخرى هنا حتى يعرف اتجاهات كتابة العدد كيف تكون إذن هنا مثلنا أول خطوة مرحلة الخط الملون العريض إذا أنجز الطالب هذه الخطوة أنتقلبه لخطوة التي تليها إذا لم ينجز استمر بالتدريب على هذه المرحلة حتى يتمكن من مهارة كتابة العدد تسعة فوق الخط الملون العريض بعدين نأتي لمرحلة النقاط بحيث أن الطالب يستبع هذه النقاط لمعرفة اتجاهات كتابة العدد يبدأ بالنقطة الخضراء ويسير باتجاه نقطة الصفراء هذه التعرجات ثم يعود مرة أخرى للنزول حتى النقطة الحمراء ويتوقف هنا عندي هذه المرحلة وتسمى مرحلة النقاط مرحلة النقاط بعدها مرحلة الاستقلال هذا النموذج عندي وهنا المدلول هذه الدوائر تمثل مدلول لعدد تسعة لو عدناهم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة ثم يبدأ الطالب بكتابة العدد تسعة داخل هذا الجدول بكل استقلال بدون استخدام نقاط أو خط ملون عريض حيث تعتبر هذه هي المرحلة النهائية لتعميم أو الاستقلال في كتابة العدد تسعة بهذه الطريقة ايضا لا بد أن يكون هناك نموذجين نموذج لولي الأمر نموذج للطالب نموذج لولي الأمر لعمل النمذجة بحيث أن الطالب يقوم بتقليد ولي الأمر عند كتابة العدد اذا تمكن وكتبها بخط مقبول ولم يخرج خارج حدود الخطوط هذه نعتبره تمكن من الكتابة أيضا فيه طرق لتعميم المهارة بدل ما نستخدم الورقة والقلم دائما كتابة العدد تسعة فيه طرق أخرى محبة للطلاب والطالبات ونعتبرها أنشطة فنية وترفيهية يعني كأنها لعبة بدل ما يحس أن الطالب قاعد يدرس ويتعلم بطريقة شوي ممكن ما تعجبها فيه طرق أخرى مختلفة قد نستخدم الرمل مثل هذا الصورة الأولى الطالب قاعد يرسم أو يكتب العدد باستخدام الرمل أيضا باستخدام الصلصال أنه يكون أو يمثل شكل العدد تسعة باستخدام الصلصال أو باستخدام هذه الأوراق الملونة حيث أنه يكتب العدد تسعة بخط عريض ويبدأ مثلا يلون داخل حدود العدد باستخدام إما ألوان أو خرز أو قطم ملون كل هذه الأشياء تساعد على تعميم مهارة العدد تسعة طيب الآن عندنا هنا كم سمكة في الصورة أكتب العدد الصحي ستظهر الآن مجموعة من الأسماك لا أعرف كم عددها لكن سنعدها سويا لمعرفة عددها ثم سنكتبه هنا بجانب هذه الأسماك يلا خلونا نبدأ نعد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة كم سمكة وجدت الآن على الشاشة أحسنتم تسعة أسماك إذن العدد اللي راح نكتبه هو العدد تسعة الآن إمكانك أن تقوم بكتابة العدد تسعة على ورقة خارجية أكتب العدد تسعة طيب انتهينا من عد الأسماك ننتقل لصورة ثانية مختلفة الآن عندي مجموعة من الدفاتر أحسب عدد الدفاتر واكتب العدد المناسب لها إذن أيضا سأحتاج كتابة العدد لعدد الدفاتر يلا نقد مع بعض خلف المعلمة يلا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة كم دفتر؟ تسعة إذن العدد اللي راح نكتبه ما هو العدد تسعة العدد تسعة طيب الآن عندي هذه السلة فارغة لكن أنا راح أعبيها بالتفاح لذلك السؤال يقول كم تفاحة في السلة؟ واكتب العدد الصحيح إذن سنكتب أيضا العدد اللي راح نحطه من التفاح بس خلونا نعد لما تظهر التفاحات يلا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة إذن كم تفاحة في السلة؟ كم طلع لي؟ تسع تفاحات موجودة الآن في السلة إذن العدد اللي راح أكتبه هو العدد تسعة لأنه هو العدد المناسب للمدلول اللي ظهر لي من التفاح طيب الآن نأتي لي كتابة الأعداد بالتسلسل قلنا وش مقصود بالتسلسل؟ يعني بالترتيب دائما دائما في كتابة الأعداد أول عدد يأتي في المقدمة ما هو؟ العدد؟ أحسنتم العدد واحد العدد واحد يلي أي عدد؟ سأقوم بتغيير اللون حتى يكون واضح لكم سأقوم بتغيير باللون الأوسود سيكون العدد واحد يلي العدد ماذا؟ اثنان أحسنتم ثم العدد ثلاثة بعد الثلاثة ما هو العدد الذي يأتي بعد الثلاثة؟ أربعة ممتاز ثم خمسة أحسنتم يا أبطال يلي الخمسة كم؟ ستة ثم سبعة يلي السبعة كم؟ ثمانية ممتاز الآن ما هو العدد الذي يلي ثمانية له درسنا لليوم؟ أخذنا سابقا ممتاز العدد تسعة العدد تسعة هو الذي يأتي بعد العدد ثمانية إذن ثمانية ليليها أي عدد تسعة له درسنا لليوم؟ إذن هنا عرفنا كتابة الأعداد وفي نفس الوقت عرفنا ترتيبها أنه العدد تسعة يأتي بعد العدد ثمانية طيب الآن آخر تمرين سنطبق له المربعات حسب العدد برأيكم هذا العدد ما اسمه؟ أحسنتم العدد تسعة العدد تسعة إذن كم مربع سأقوم بتلوينه؟ تسع مربعات هذا مربع الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس ثم السابع ثم الثامن يليه العدد تسعة إذن كل هذه المربعات سنقوم بتلوينها لأنها تمثل العدد تسعة تمثل العدد تسعة هذه كل المربعات التي سنقوم بتلوينها لأنها تمثل العدد تسعة لونتها سريعاً بس حتى تكون الصورة واضحة لكم أننا نلون حسب المدلول للعدد الذي يظهر الآن أمامكم على الشاشة طيب الآن قبل التوصيات أريد أن أبدأ بالألعاب التي ممكن أن نستخدمها مع الطالب والطالبة في المنزل لتعميم مهارة العدد تسعة مثل هذه الخرز والخيط الموجود أمامكم على الشاشة حيث أن الطالب يستخدم نظم الخرز لوضع مدلول مناسب للعدد تسعة هذه المهارة التعليمية تساعد على معرفة المدلول وتسمية العدد والعدد التكراري في نفس الوقت تساعد على تقوية أضلات اليدين والأصابع نبدأ بالعدد سويا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة إذن كم وضعت من خرز داخل هذا الخيط؟ تسع من الخرز إذن هنا أنا مثلت مدلول للعدد تسعة أو بإمكاني أن أستخدم مثل هذه البطاقة التي قمنا بعملها سابقا التي تمثل المدلول بحيث أن الطالب يرسم المدلول للعدد تسعة سواء دوائر سواء خطوط مستقيمة خطوط متعرجة أو من خلال استخدام الصبورة أن الطالب يكتب العدد ويرسم المدلول يلا أكتب لي العدد تسعة يقوم بالكتابة هذا العدد تسعة ثم يمثل المدلول إما برسم الخطوط هالمرة سنرسم خطوط يلا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وأتوقف إذن هنا أنا مثلت أيضا مدلول العدد تسعة برسم خطوط مستقيمة واستطاع الطالب كتابة العدد أيضا من الأشياء التي يحبها الأطفال أو الطلاب والطالبات اللي هي تمثيل مدلول العدد باستخدام الأصابع هذا هو شكل العدد تسعة باستخدام الأصابع سنمثله الآن ونقوم بعد الأصابع أمامكم على الشاشة يلا نعد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة هذه خمسة أصابع ستة سبعة ثمانية تسعة إذن أنا هنا ماذا فعلت؟ مثلت شكل العدد تسعة باستخدام الأصابع إما أن يستخدم هذه البطاقة أو أن يستخدم مجسم اليدين لتمثيل شكل العدد تسعة باستخدام الأصابع هذا هو درسنا اليوم أتمنى أن يكون درسنا مفيد لكم أعزائي الطلاب والطالبات ولا ننسى أعزائي أولياء الأمور تعميم مهارة العدد تسعة في المنزل باستخدام الأغراض المتوفرة في البيئة المنزلية أو قراءة القصص التعليمية التي تحتوي على تسمية الأعداد والعدد تكراري ومذلول الأعداد حتى لا يفقد الطالب المهارة كانت معكم المعلمة أمن التمامي أراكم في الحصة القادمة مع السلامة ترجمة نانسي قنقر